وقعت القوات المسلحة عقد إنشاء المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية بالتعاون بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة وشركة سامكس الأمريكية وأكد مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي اللواء طبيب خالد عيسى عامر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يمكن من توفير منظومة طبية متكاملة مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء المركز الدولي للخلايا الجذعية على أحدث ما وصل إليه علم الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي عقب ذلك تم توقيع عقد إنشاء المركز الدولي البحثي والذي سيتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في إدارة المشروعات الكبرى وشركة هيل انترناشنال لتقديم خدمات الاستشارات وإدارة المشروعات